تفقد سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف اليوم الوحدة الطبية المتنقلة المقدمة من الاتحاد في منطقة مرمخايل والتي تتولى إدارتها الهيئة الطبية الدولية خلال جولته اطلع السفير على الخدمات الطبية المتاحة في المركز التي تشمل لاستجابات استشفائية فورية كما تفقد العاملين والمشرفين الصحيين كذلك توجه إلى الشعب اللبناني معاربا عن أسفه لما حصل وأملا أن تكون نتائج التحقيقات في انفجار بيروت شفافة وواضحة أريد أن أستغل وجودي هنا لتقديم أحر التعازي للعائلات المتضررة والتي خسرت ضحايا في الانفجار إنها فعلا فاجعة لا تنسى أنا متأثر حقا باستجابة الشعب في هذه المنطقة بعد الفاجعة وجهود الجمعيات المدنية والشباب المتطوع تركيزنا اليوم يصب في مجالات مختلفة سواء في إطار التطورات والبعد السياسي أو من ناحية تنسيق المساعدات المتضفقة إلى لبنان وإيصالها إلى الجهات لأكثر حاجة نحن نتابع تداعيات التحقيقات المتعلقة بالانفجار ونأمل أن تكون مستقلة وشفافة عمل هذه الوحدة الطبية المتنقلة والتي تأتي في إطار المساعدات الميدانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على منطقة مارمخايل فقط بل يتوزع ليشمل مناطق أخرى مثل الأشرفية وبرج حمود أما بالنسبة للخدمات الطبية المجانية التي تقدمها فهي تطال الصحة الجسادية والعقلية فضلا عن ذلك فأن فريق العمل لم يستثني نشر التوعية لمواجهة فيروس كورونا الوحدة الطبية عم بتقدم خدمات صحية من تغيير الجروحات متابعة إحالة على مراكز رعاية صحية أولية الهيئة الطبية الدولية بتغطيها وبتتعاون معها لمتابعة هالأشخاص إفادتهم بأدوية عند الحاجة أكيد وللأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة أو بدهم متابعة لأمراضهم المزمنة كمان عم نكون عم نعمل لهم إحالة على مراكز رعاية مختصة الهيئة الطبية الدولية عطول حريصة على الحفاظ على المجرمات اللي عم تتاخذ لمحاربة فيروس كورونا هذا الشي عم يطبق عنا على الأرض عنا فريق الصحة المجتمعية هو عم يتولى الإرشادات المجتمعية بين الناس توزيع الحصص يلي بتضمن الألبس الواقية من كمامات روبات معاقمات وإلى آخره كفريق صحة نفسية عم نقدم إسعافات نفسية أولية للأشخاص يلي تضرروا من الانفجار والأشخاص إذا عايزين زيادة دعم أو عايزين خدمات متخصصة أكتر عم نكون عم نحولون لا فرق المتخصصة يلي عنا إياها بمراكز الرعاية الصحية الأولية أو لغير جمعيات أشخاص من كل الأعمار عم بيكونوا مضررين أكيد بشكل متفاوت بيظهر على الأشخاص بطريقة مختلفة كانوا كبار كانوا رجال نساء أو أطفال ممكن يعبروا بالطريقة بعوارد جسدية ممكن يتبين الأشياء وجع بطن وجع رأس هالأمور وبعدين يتبين أنه هيدا نتيجة صعوبات نفسية عم بيقطع فيها الشخص مش أشياء صحية في إطار المساعدات الخارجية تواصل الدول لإرسال الطائرات والبواخر الإغاثية إلى لبنان تحت إشراف الجيش اللبناني شكرا